بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس العلوم بإذن الله اليوم إثراء رقم أربعة معكم معلمتكم العنود الاعتابي معنا أستاذة لغة الإشارة نسرين النصار بسم الله نبدأ النظام البيئي يتكون النظام البيئي من تفاعل المخلوقات الحية بعضها مع بعض ومع العوامل غير الحية بحيث أنها تشكل وحدة واحدة إذن يتكون من تفاعل المخلوقات الحية مع العوامل غير الحية بحيث أنها تشكل وحدة واحدة وأيضا مخلوقات الحية بعضها مع بعض النظام البيئي مما يتكون قلنا مخلوقات حية ومخلوقات غير حية المخلوقات الحية مثل العناكب، الطيور، الحشرات، الأعشاب، الشجيرات بالنسبة للمخلوقات غير الحية التراب، الهواء، الضوء إذن النظام البيئي يتكون من مخلوقات غير حية ومخلوقات حية المخلوقات الحية هي التي تكون كائنات حية مثل العناكب، الطيور، الحشرات، الأعشاب، الشجيرات الغير الحية مثل التراب، الهواء والضوء علم البيئة ما هو علم البيئة؟ علم البيئة هو دراسة التفاعل بين المخلوقات الحية والمكونات غير الحية في النظام البيئي إذن هو دراسة التفاعل بين المخلوقات الحية والمكونات غير الحية في النظام البيئي دراسة التفاعل بين المخلوقات الحية والمكونات غير الحية في النظام البيئي يسمى بعلم البيئة ننتقل إلى الغلاف الحيوي الغلاف الحيوي هو أكبر نظام بيئي على الأرض أكبر نظام بيئي على الأرض ما هو؟ هو الجزء الذي تعيش فيه المخلوقات الحية إذن هو الجزء الذي تعيش فيه المخلوقات الحية يشمل الجزء العلوي من القشرة الأرضية وجميع البحار والمحيطات والأنهار والبحيرات نسميه بالغلاف المائي كذلك الغلاف الجوي للأرض إذن ما هو الغلاف الحيوي؟ هو أكبر نظام بيئي على الأرض ما هو؟ هو الجزء الذي تعيش فيه جميع المخلوقات الحية ماذا يشمل؟ يشمل الجزء العلوي من القشرة الأرضية يسمى بالغلاف الصخري أيضاً جميع البحار والمحيطات والأنهار والبحيرات يسمى بالغلاف المائي كذلك الغلاف الجوي للأرض هذه الثلاثة معاً تشكل الغلاف الحيوي عدد الأنظمة البيئية المكونة للغلاف الحيوي أربعة هي الصحارة، السهول، الغابات، والمحيطات إذن عدد الأنظمة البيئية المكونة للغلاف الحيوي هي الصحارة، السهول، الغابات، والمحيطات المكونات الحية للنظام البيئي نتعرف الآن للعوامل الحيوية ونسترجع معلومات للعوامل الحيوية هي المخلوقات المكونة للجزء الحي في النظام البيئي تسمى عوامل حيوية تسمى عوامل حيوية إذن هي المخلوقات المكونة للجزء الحي من النظام البيئي يعتمد المخلوق الحي على العوامل الحيوية الأخرى لتوفير أولا الغذاء المأوى الحماية والتكاثر إذن يعتمد المخلوق الحي على العوامل الحيوية الأخرى ليوفر الغذاء والمأوى والحماية والتكاثر ما هي العوامل الحيوية وكم قسامها هي الحيوانات النباتات الفطريات والجراثيم إذن لنعيد العوامل الحيوية هي المخلوقات المكونة للجزء الحي من النظام البيئي يعتمد المخلوق الحي على العوامل الحيوية ليوفر الغذاء والمأوى والحماية والتكاثر العوامل الحيوية هي الحيوانات، النباتات، الفطريات والجراثين ننتقل إلى العوامل اللاحيوية هي الأشياء غير الحية في النظام البيئي هي الأشياء غير الحية في النظام البيئي مثل التربة، الهواء، الماء، درجة الحرارة، وضوء الشمس إذن هي الأشياء غير الحية في النظام البيئي في النظام البيئي مثل التربة، الهواء، الماء، درجة الحرارة وضوء الشمس الجماعة الحيوية لاحظ معي هذه الأسماك جماعة حيوية إذن هي مجموعة وأفراد نوع واحد من المخلوقات الحية نلاحظ أنها تسبح معاً تعيش معاً في نفس المكان والوقت إذن الجماعة الحيوية هي أفراد نوع من المخلوقات تعيش في المكان نفسه وفي الوقت نفسه إذن الجماعة الحيوية أفراد نوع من الجماعات أو المخلوقات الحية تعيش في المكان نفسه وفي الوقت نفسه ما هو المجتمع الحيوي؟ المجتمع الحيوي هو الجماعات هذه التي تعيش في مساحة محددة جماعات أسماك مع أسماك مع أسماك أسميها مجتمع حيوي إذن المجتمع الحيوي هو الجماعات التي تعيش في مساحة محددة مثلا في البحار ننتقل الآن للفرق بين الإطار البيئي والموطن البيئي الإطار البيئي لكل مخلوق في النظام البيئي دور يقوم به يسمى الإطار البيئي إذن ما هو دورك؟ هنا نقول هنا إطار بيئي إذن كل مخلوق في النظام البيئي دور يقوم به يسمى الإطار البيئي بالنسبة للموطن البيئي مثل ما نشاهد في الصورة هو المكان الذي يعيش المخلوق الحي فيه يسمى الموطن البيئي المكان الذي يعيش فيه المخلوق الحي يسمى الموطن البيئي ننتقل إلى العلاقات الغذائية مثل ما نشاهد في الصورة لاحظ معي في هذه الصورة تقوم معظم العلاقات بين المخلوقات الحية على الغذاء وهو الشكل الذي تنتقل به الطاقة عبر النظام البيئي نلاحظ هنا الطاقة الشمسية تنتقل إلى النباتات من النباتات إلى الحشرات ثم الطيور ثم الزواحف وتنتقل بعد ذلك إلى عدة حيوانات أخرى وأيضا هنا مثلا من الأشجار تنتقل إلى حشرات أخرى إذن عبارة عن عملية انتقال للطاقة من حيوان لحيوان آخر أسميها علاقات غذائية إذن تقوم معظم العلاقات بين المخلوقات الحية على الغذاء وهو الشكل الذي تنتقل به الطاقة عبر النظام البيئي لاحظ معين الأكائنات الموجودة في هذه الصورة سنستخرج منها المحللات والمنتجات والمستهلكات الحيوانات في هذه الصورة هي النباتات الطيور الحشرات والقطط إذن ننتقل إلى المنتجات هنا في هذه الصورة هي النباتات ماذا تنتج؟ تنتج النباتات الغذاء بعملية البناء الضوئي تسمى المخلوقات التي تصنع غذائها بنفسها مثل النباتات بالمنتجات إذن هي تنتج غذائها بنفسها بالنسبة للمستهلكات لدينا مثلاً المستهلك أول ومستهلك ثاني المستهلك الأول مثلاً في هذه الصورة الجندب المستهلك الثاني هو الطيور مثلاً الجندب يأكل النباتات الطيور تأكل الجندب إذن المستهلكات هي كائنات تأكل المخلوقات الأخرى إذن لنعيد المنتجات مثل النباتات ماذا تنتج؟ تنتج الغذاء بعملية البناء الضوئي تسمى المخلوقات التي تصنع غذائها بنفسها بالمنتجات إذن نعرف المنتجات عرف المنتجات هي المخلوقات التي تصنع غذائها بنفسها نذكر مثال النباتات ننتقل الآن إلى المستهلكات ما هي المستهلكات؟ هي كائنات تأكل المخلوقات الأخرى لدينا مستهلك أول ومستهلك ثاني ومستهلك ثالث المستهلك الأول في الصورة التي قبل قليل الجندب يسمى مستهلك أول لماذا مستهلك أول؟ لأنه يأكل النباتات مباشرة فيسمى بالمستهلك الأول المستهلك الثاني الطيور تأكل الجندب فالجندب يأكل النباتات فنقول أن الطيور هي مستهلك ثاني إذن المستهلكات هي كائنات تأكل المخلوقات الأخرى ننتقل إلى المحللات بعض المستهلكات في النظام البيئي الصغير جدا بحيث لا يمكن رؤيته بالعين المجردة لكن يرى بالمجهر له دور كبير فيه أنها المحللات مثل البكتيريا والفطريات التي تتغذى على الفضلات وبقايا المخلوقات الحية وكذلك المخلوقات الميتة فتخيل أن الكائنات الحية تموت وتتكدس في الكرة الأرضية ماذا يحدث لها؟ نعم الله أنه يوجد لدينا المحللات فهي تقوم بأكل هذه البقايا وانهائها من الأرض مثل لنشاهد هذه الصورة نباتات هنا منتجات هنا مستهلك أول هنا مستهلك ثاني هنا مستهلك ثالث هنا مستهلك رابع ثم بعد ذلك المحللات مثل البكتيريا والفطريات وهنا انتقال للطاقة عبر الحيوانات المختلفة الشبكة الغذائية هي تتكون من مجموعة من السلاسل الغذائية المتداخلة التي تمثل جميع العلاقات الغذائية المحتملة في النظام البيئي تدخل الحيوانات بعضها مع بعض في النظام البيئي إذن هي تتكون من مجموعة من السلاسل الغذائية المتداخلة التي تمثل جميع العلاقات الغذائية المحتملة في النظام البيئي ننتقل للآن إلى الدرس الثاني الغابات المطيرة عندما تقطع أشجارها لا تنمو مرة أخرى إذا فقدناها يعني فقدان الحياة البرية حيث أن أكثر من نصف نوع من النباتات تعيش في الأشجار أو في الغابات المطيرة خمس أنواع الطيور تعيش في الغابات المطيرة بعض الأدوية المهمة كأدوية السرطان تستخلص من نباتات هذه النباتات موجودة في الغابات المطيرة إذن الغابات المطيرة قطعها خطأ فهنا سيكون هناك فقدان للحياة البرية في أكثر من نوع من الكائنات الحية ننتقل الآن إلى الموارد الطبيعية مثل ما نشاهد في هذه الصورة ما هي الموارد الطبيعية؟ هي الأشياء التي توجد في الطبيعة وتستخدمها المخلوقات الحية مثل ما نشاهد هنا الفحم، الطاقة النووية، النفط، الأخشاب والغاز الطبيعي إذن هي الأشياء التي توجد في الطبيعة وتستخدمها المخلوقات الحية مصادر الطاقة، ما هي مصادر الطاقة؟ هي الموارد الطبيعية وهي نوعين الفحم الحجري والنفط الخام ومن النفط الخام نستخرج البنزين والديزل إذن هي مصادر للطاقة إذن ما هي مصادر الطاقة؟ هي نفسها الموارد الطبيعية مثل الفحم الحجري والنفط الخام من النفط الخام نستطيع استخراج أكثر من نوع وهنا مثال البنزين والديزل أنواع الموارد الطبيعية موارد طبيعية متجددة وموارد طبيعية غير متجددة المتجددة مثل الشمس الماء الأشجار والرياح غير المتجددة مثل النفط والفحم الحجري إذن عدد أنواع الموارد الطبيعية موارد طبيعية متجددة وموارد طبيعية غير متجددة الموارد الطبيعية المتجددة هي الشمس الماء الأشجار والرياح الموارد الطبيعية غير المتجددة هي النفط والفحم الحجري ما الفرق بين الموارد الطبيعية المتجددة والموارد الطبيعية غير المتجددة الموارد الطبيعية المتجددة هي الموارد التي يمكن تعويضها خلال مئة عام مثل الطاقة الشمسية مورد متجدد يعطينا الطاقة كل يوم الأشجار لأن معظمها ينمو بعد قطعه خلال أقل من مئة عام والماء موجود منذ ملايين السنين على سطح الأرض فهو أيضا مورد متجدد كذلك الرياحية مورد متجدد بالنسبة للموارد الطبيعية غير المتجددة هي الموارد التي لا يمكن تعويضها خلال مئة عام مثل النفط والفحم الحجري تحتاج ملايين السنين حتى تتكون في باطن الأرض عملية التكون هذه تكون بطيئة جدا تحتاج إلى وقت طويل حتى تعود مرة أخرى وتتكون مرة أخرى الفحم الحجري والنفط سوف ينفذان لكن لا بد من إيجاد بديل لهما أو نقلل من استهلاك الطاقة تأثير نشاطات الإنسان في نوع الموارد الطبيعية وكميتها تأثيره ثلاثة أنواع تأثيره في الأرض تأثيره في الماء وتأثيره في الهواء قوانين استخدام الأراضي فرضت عدة قوانين لحماية الأراضي والحد من تدمير المواطن الطبيعية مثل يجب دراسة المكان قبل القيام بعملية الإنشاء في مكان جديد معرفة تأثير العمليات الإنشائية في المواطن البيئية والمخلوقات الحية والماء والتربة هل يوجد لها تأثير سلبي أم لا؟ أيضا إذا ظهرت الدراسة أنه موطن لأحد الحيوانات المهددة بالانقراض أو أن مثلا أعمال البناء ستؤثر سلبا بشكل كبير في البيئة هنا لا يسمح بالبناء لننتقل الآن إلى الفرق بين مكبات النفايات والملوثات والنفايات الخاطرة مكبات النفايات هي مساحة من الأرض مخصصة لطمر النفايات أي دفنها أي مادة تضرب المخلوقات الحية وتحدث خللا في عمليات الحيوية وسميها الملوثات والنفايات الخطيرة هي الفضلات التي تحتوي على مواد كيميائية خطيرة أو ملوثات النفايات الخطيرة إذن مكبات النفايات هي مساحة من الأرض مخصصة لطمر النفايات الملوثات أي مادة تضرب المخلوقات الحية وتحدث خلل في عملياتها الحيوية النفايات الخطيرة هي الفضلات التي تحتوي على مواد كيميائية خطيرة أو ملوثات النفايات الخطيرة ما هي مصادر الشرب العذبة؟ مصادر مياه الشرب العذبة الأنهار البحيرات والمياه الجوفية الأنهار البحيرات والمياه الجوفية هذه هي مصادر مياه الشرب العذبة طرق تلوث الماء عديدة منها قد تغسل مياه الأمطار المبيدات الحشرية والأسمدة في الأراضي الزراعية عند غسلها تصبها في الأنهار والبحيرات والمحيطات مياه الأمطار المتساقطة على الشوارع قد تحمل معها الزيوت والشحوم للتربة ومصادر المياه القريبة فيحدث التلوث كذلك تطرح بعض المصانع والمجمعات الصناعية أحيانا الماء الملوث دون تمريره على محطات المعالجة في الأنهار فيقوم بتلوث الأنهار كذلك القاء النفايات في مياه الأنهار والبحيرات والبحار أيضا يعد مصدر لتلوث الماء إذن لنعد الطرق تلوث الماء العديدة قد تغسل الأمطار مياه الأمطار المبيدات الحشرية والأسمدة عند غسلها تعود مرة أخرى إلى الأنهار البحيرات فيحدث التلوث أيضا مياه الأمطار متساقطة على الشوارع قد تأخذ معها الزيوت والشحوم للتربة ومصادر المياه القريبة كذلك بعض المصانع والمجمعات قد تطرح الماء الملوث في الأنهار مباشرة دون أن تقوم بمعالجته أيضا إلقاء النفايات في مياه الأنهار والبحيرات والبحار أيضا يعد هذا مصدر المصادر تلوث الماء لننتقل إلى مصادر تلوث الهواء السيارات والمصانع السيارات كيف تلوث الهواء؟ عن طريق الأبخرة الناتجة عن الوقود المتصاعد من عوادم السيارات إلى الهواء تشكل 30% من مجموع ملوثات الهواء النوع الثاني هو المصانع منها محطات تلوث الطاقة الكهربائية إذن عدد مصادر تلوث الهواء هي السيارات والمصانع السيارات تشكل 30% عن طريق الأبخرة الناتجة عن الوقود المتصاعد من عوادم السيارات بالنسبة للمصانع منها هي محطات تلوث الطاقة الكهربائية لننتقل الآن إلى المطر الحمضي أيضا يسمى الثلج الحمضي ما هو؟ هو اختلاط الغازات المتصاعدة الناتجة عن حرق الوقود مع الماء الموجود في الهواء إذن هو اختلاط الغازات المتصاعدة عن حرق الوقود مع الماء الموجود في الهواء أضرار المطر الحمضي أولا يسبب ضرر الإنسان والحيوانات الأخرى ويلوث الهواء عندما يسقط على الأرض يسبب ضرر كبير للنباتات عندما يسقط على البحيرات والأنهار يسبب مقتل الأسماك وبعض المخلوقات المائية إذن لدينا هنا أضرار المطر الحمضي يضر الإنسان والحيوانات يلوث الهواء يضر كذلك النباتات يقتل الأسماك في البحيرات والأنهار حماية الهواء كيف نقوم بحماية الهواء؟ أولا نوفر الكهرباء بإطفال أضواء والراديو والمراوح والأجهزة التي لا نحتاج إليها إبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة للحفاظ على المنزل دافئا في فصل الشتاء تقليل استخدام المكيفات في الصيف واستخدام المصابيح الموفرة للطاقة إذن كيف نحمي الهواء؟ نوفر الكهرباء نطفل الأنوار الأضواء والمراوح والراديو والأجهزة التي لا تحتاج إليها في فصل الشتاء نقوم بإبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة للحفاظ على البيت دافئا تقليل استخدام المكيفات في الصيف واستخدام المصابيح الموفرة للطاقة الفضلات الصلبة ما هي؟ هي المواد الصلبة أو شبه الصلبة التي يرميها الناس أين توجد أو أين تنتج؟ من أين تنتج؟ تنتج من المنازل والمناطق التجارية والصناعية كذلك من المستشفيات ومن الأماكن العامة وعمليات الإنشاء والهدم إذن هي فضلات صلبة يرميها الناس تنتج من المنازل من المناطق التجارية من المناطق الصناعية من المستشفيات من الأماكن العامة من عمليات الإنشاء والهدم تشمل الفضلات الصلبة نوعين مخلفات خطرة ومخلفات غير خطرة الخطرة هي مخلفات المستشفيات البطاريات بقايا المبيدات الحشرية بالنسبة لغير الخطرة مثل مخلفات الغذائية الورق الزجاج البلاستيك والمعادن كيف ندير الفضلات الصلبة؟ يمكن أن تلخص إدارة الفضلات الصلبة من قبل الأفراد في ثلاثة كلمات الترشيد، إعادة الاستخدام وإعادة التدوير إذن إدارة الفضلات الصلبة عن طريق الترشيد، إعادة الاستخدام وإعادة التدوير الترشيد، تقليل الاستهلاك سنقوم الآن بإيجاد الفرق بين الأنواع الثلاثة الترشيد، التقليل من كمية الفضلات الصلبة التي نطرحها يوميا التقليل من كمية الفضلات الصلبة التي نطرحها يوميا إعادة الاستخدام هو استخدام المادة مرة واحدة أو مرات أخرى قبل الاستغناء عنها إعادة التدوير هو إعادة استخدام المواد بعد تغير شكلها إذن الفرق بين الأنواع الثلاثة في الترشيد نقلل كمية المادة أو الفضلات الصلبة التي نطرحها يوميا إعادة الاستخدام نعيد استخدام المادة مرة أخرى قبل الاستغناء عنها إعادة التدوير نعيد استخدامها بعدما يتغير شكلها إلى هنا طلابي نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته